اشتركوا في القناة ولكن إذا تصح لها أمر شديد السؤال ومن ضمن الأسئلة الواردة في الامتحان الوزاري ما أثر حدث ما فوق الخط على تقديم الخبر ولماذا؟ أولاً المطلوب هو فوق الخط كلمة شديد انظر عزيز طالب لها أمر بينت لكم يتقدم الخبر على المبتدى إذا كان المبتدى النكر لا موصوفة ولا مضافة الآن كلمة شديد صفة للأمر والصفة تتبع الموصوف إذا حذفت كلمة شديد يصبح التقديم واجباً لماذا؟ إذن الجواب ما أثر ما حذف ما فوق الخط الجواب يصبح يصبح التقديم واجباً السبب لماذا؟ لأن 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 المبتدى نكرة غير مخصصة لا موصوفة ولا مضافة والخبر شبه جملة لها أمر شديد بعد حذف كلمة شديد أصبح التقديم واجباً لماذا؟ لأن المبتدى نكرة غير مخصصة أي لا موصوفة ولا مضافة واضح؟ إذن هذا هو السؤال الثالث نأتي الآن إلى السؤال الرابع قال تعالى من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما حكم تقديم الخبر على المبتدى ولماذا؟ قبل أن تجيب اقرأ النص قراءة جيدة من المؤمنين رجال من المؤمنين جار ومجرور شبه جملة خبر مقدم رجال مبتدى أكمل صدقوا صفة هؤلاء الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وربما يسألني أحدكم ما نوع ما هنا؟ أحسنت أنا أجيك ما هنا موصولة صدقوا الذي عاهدوا الله لأحبتي أكرر اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لنجيب عن الأسئلة نعود إلى السؤال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما حكم تقديم الخبر على المبتدى الجواب حكم تكتبها كذا حكم التقديم السبب جوازا لماذا جوازا؟ لماذا جوازا؟ والمبتدى نكر لكن هنا النكر وصفت جملة صدقوا في محل رفع صفة إذن جوازا لأن هكذا يكون الجواب لأن المبتدى نكر موصوفة لأن المبتدى نكر موصوفة صدقوا فعل وفاعل فعل ماض مبني على الضام والوافاعل والجملة الفعلية في محل رفع صفة ومن شروط التقديم الواجب أن يكون المبتدى نكر غير مخصصة أي لا موصوفة ولا مضافة في هذا النص القرآن الكريم كلمة رجال خصصت بجملة صدقوا وكما تعرفون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال رجال نكرة وإن كان نكرة والخبر شبه جملة ولكن هنا التقديم جواز لأن المبتدى نكر موصوفة نأتي الآن إلى السؤال الخامس قال تعالى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ في هذا النص القرآني الكريم تقدم المفعول به وحكم التقديم واجب المطلوب لماذا تقدم المفعول به أو ما سبب تقديم المفعول به على فعله وجوبا أبنائي الطلبة أحب أن أذكر هناك حالات يتقدم المفعول به على فعله وجوبا إذا كان من الألفاظ التي لها الصدارة أسماء الاستفام التي تعرف مفعولا به مقدما ويدال على الذات وأسماء الشرط أسماء الاستفام كلها تكون أسماء شرط إذا كانت بمعنى إن الشرطية وتدخل على فعل وجواب الشرط هنا ما عزيز الطالب ما في اللغة العربية أنواع درسناها تأتي استفامية وتأتي نافية غير عاملة وتأتي نافية عاملة عمل ليسة وتسمى حجازية وتأتي شرطية وقد يسأل أحدكم كيف نميز الماء الجازمة الوحيدة هي الماء الشرطية انظر إلى الفعل تفعلوا فعل المضارع جاء مجزوما إذن لا تفكر مباشرة هذه ما شرطية جازمة ومن ضمن حالات تقديم المفعول به على فعل وجوبا إذا كان المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام إذن عزيز الطالب المفعول به ما الشرطية ما الشرطية السائل يقول ما سبب تقديم المفعول به على فعل وجوبا الجواب لأن المفعول به من الألفاظ من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام هذا هو الجواب لأن المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام وقد يسأل أحدكم من هنا لماذا لا تعد زائدة للتوكيد لماذا من شروط من الزائدة للتوكيد أن تسبق بنفي أو استفام هنا سبقت بشرط إذن وما تفعل ولماذا أعربنا ما مفعول به مقدم لأن وقع بعد فعل متعد لم يستوفي مفعوله أما إذا سئلت ما حكو بالتقديم تقول وجوبا ولماذا لأن المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام أنا أسأل ما الغرض من هذا التقديم في موضوع تقديم المفعول به على فعله هناك أغراض بلاغية نعم ماذا تقولون أحسنتم هنا التقديم أفاد العموم التقديم أفاد العموم أما إذا وقع المفعول به بعده أما الشرطية ماذا يفيد الاهتمام والعناية والتوكيد إذن هذا هو السؤال الخامس نأتي الآن إلى السؤال السادس أحبتي الطلب أوصيكم بالاعتماد على هذه الأجوبة الانموذجية هذه الأجوبة التي نقدمها لكم عبر فضائية العراق التربوية هي الأجوبة الانموذجية التي تعتمد عند فحص الدفتر في المركز الامتحاني في مركز الفحص هذه الأجوبة هي التي تعتمد هناك لجنة تضع الأجوبة وفقا لما ورد في المنهج المدرسي الصادر من مديرية وحدة المناهج وزارة التربية العراقية ما عدا ذلك إن لم يكن الجواب مطابقا لما نذكره فلا يؤخذ به هذا ما أحببت أن أقدمه لأبناء الطلبة من أجل أن يحافظوا على الدرجة إن شاء الله قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم المطلوب أعرب ما تحته خط وليكم وليكم الله عزيز الطالب هذا الأمر يتعلق في تقديم الخبر يتعلق في تقديم الخبر على المبتدى وجوبا من ضمن حالات التقديم إذا كان الخبر مقصورا أو محصورا على المبتدى وكيف يتم القصر للقصر طريقتان بكلمة إنما هذه إنما انظر مما تتكون إنما هي من الحرف المشبه بالفعل إن وهذه ما تسمى كافة عند دخولها على إن لا تعمل إن لكن ماذا تفيد هذه الكلمة هذه طريقة من طرائق التوكيد تسمى طريقة القصر والخبر يتقدم على المبتدى وجوبا إذا كان مقصورا على المبتدى إنما وليكم واضح ترتيب الكلام الأولوية للعلم الله لو بالجلالة جاء متأخ وكلمة وليكم تقدمت إذن وليكم خبر وليكم وليكم خبر مقدم وجوبا مرفوغ واضح وليكم خبر مقدم وجوبا مرفوع وعلامة رفعي الضم أحبتي نكمل بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا موسيقى